أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مد تحليل في الوحدة الأولى الغلافة الجوية هنا نواصل شرح لهذه الوحدة هنا نواصل مع الملوثات الغازية وغاز الكلور أي الكلورين ومصدر هذا الغاز الكربونات المتحدة من الكلورين الفلورين الكاربو فلورو كاربون CFCS التي تستخدم في صناعة الإيروسلات ورقوة البلاستيك والمحالية الصناعية وعرفنا من قبل أنه CFCS تستخدم في المبردات وهي مصدر أساسي بالنسبة للكلور الذي ساعد في الجو ميزات الكلورين له رائحة نفازة ومهيجة ولونه أصفر مخضر هذه الميزات التي تميز هذا الملوث الغازي سأره يلوث الهواء النغي أيضا يدمر أو يؤثر على طبقة الأوزون وعرفنا أن طبقة الأوزون تكون أهميتها في حماية الإنسان من أضرار الأشعة فوق البلاستيجية UV Ultra وهذه أشعة ضارة جدا تسبب سرطان الجلد فإذا بتدمير غاز والكلور لهذه الطبقة يكون أنتج أثر ضار بالنسبة للإنسان وهذا شيء غير مرغوب فيه ولذلك يعتبر أحد الملوثات الغازية ضارة جدا نستمر في شرح الملوثات الصناعية منها الكادميوم فالكادميوم سبب استخداماته في كثير من الصناعات يكون هناك يعني انطلاقه بسبب استخدامه في كثير من الصناعات وهذه الصناعات كمصدر هناك صناعة العوازل وصناعة الأجهزة الكهربية والمفاعلات النوية هذه أحد الصناعات يستخدم فيها الكادميوم وانطلق إلى الهواء ويؤثر على الإنسان يعتبر أحد الملوثات الصناعية فينتقل إلى النبات ينتقل إلى النبات عن طريق إيش؟ عن طريق الماء وذلك بالصغط الماء مع الأمطار ثم تراكمه في الأنسجة وأيضا إذا تراكم في جسم الإنسان أو الكائنة حي تراكم في الكرب والكلية والأعضاء التناسلية في جسم الإنسان مسببا أخطر أنواع الأمراض والسرطان وتشوهات الجينية فإذن يعتبر هذا النوع خطير جدا من أنواع الملوثات الصناعية والكادميوم لأنه يسبب أخطر مرضين وهو السرطان وتشوهات الجينية حمان الله جميعا الزرنيخ فالزرنيخ عندما تذكر الزرنيخ أو الأرسنيك أو الأرسنيك يجب أن تركز على كلمة السام جدا وهو أحد العناصر السامة جدا وكثيرة الانتشار أي واسعة الانتشار واستخدم في كثير من الصناعات ومن ضمن هذه الصناعات في المبيدات الحشرية وهناك ويوجد فيه أيضا مكاوات الطبية وتقوم بعض الفطريات بتحويله بتحويل الزرنيخ الزرنيخ إلى بخار سام يتراكم في جسم الإنسان ويسبب سمية عالية اعتبرنا هذا مركب الزرنيخ الزرنيخ مركب عضوي مركب الزرنيخ يتحول إلى الأرساين الأرساين أو بخار وهذا البخار السام جدا ومركب آخر يسمى Trimethyl Arthyl وهذا مركب آخر إذن هو الذي يسبب سمية عالية هذا هو البخار الذي يتكون عن طريق الفطر وهنا تكمل سمية الزرنيخ وهو سام جدا من عناصر واسعة الانتشار